السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إذن مع شرح مقرر ميكانيكا 2 حيث وصلنا المرة الماضية إلى ما يسمى بتراكب السرعات وتراكب التسارعات عندما يكون النظام S' في حالة حركة هي تراكب بين حركة دورانية وحركة انتقالية بالنسبة للنظام الثابت S طيب رح نشوف الآن بعض الحالات الخاصة الحالة الأولى هي أن يكون النظام S' في حركة انتقالية بالنسبة للنظام S حركة المحاور الانتقالية هذه هي أبسط أنواع الحركات لأنه تنتفي الحركة الدورانية طيب في حالة حركة المحاور الانتقالية تكون متجهات الوحدة I' J' وK' ثابتة في S' ومتجهات الوحدة IJK ثابتة في S نذكر بالأبسوليوت فيولوسيتي السرعة المطلقة يعني سرعة الجسم P داخل النظام S لقناها لما يكون الحركة هي دوران وانتقالية لاثنين كانت بهذا الشكل ايش قلنا الحين؟ قلنا فقط حركة انتقالية ايش يعني انتقالية؟ يعني أوميغا تساوي صفر وبالتالي فإنه هذا الجزء سيكون صفر وبالتالي رح نلاقي النتيجة انه VA تساوي VR زائد VS' بالنسبة لS لو أخذنا حالة أكثر خصوصية إذا كان الجسم P ثابت داخل النظام S' فإنه VR ستكون صفر يعني سرعة الجسم داخل النظام S' ستكون صفر وبالتالي رح نلاقي انه VA تساوي VS' بالنسبة لS طيب بالنسبة لتراكب التسارعات بنفس الطريقة هات نذكر بتراكب التسارعات في حالة عامة لما يكون النظام S' في حالة حركة دورانية بالنسبة للنظام S' وأيضا في حالة حركة انتقالية لاثنين مع بعض لكن الحين ايش قلنا؟ قلنا النظام S' فقط في حالة حركة انتقالية إذن Omega تساوي صفر ليس هناك دوران وبالتالي هذا الجزء رح يصير صفر هذا الجزء أيضا يصير صفر وهذا أيضا يصير صفر وبالتالي رح نلاقي انه AA يساوي AR زائد AS' بالنسبة لS أيضا حالة أكثر خصوصية إذا كان الجسم ثابت داخل S' فإنه AR رح تصير صفر وبالتالي رح نلاقي أنه AA تساوي AS' بالنسبة لS وأيضا إذا كان النظام S' يتحرك إحنا يش قلنا يتحرك بحركة انتقالية أكثر من كده إذا كانت هذه الحركة الانتقالية بسرعة ثابتة يعني سرعة VS' بالنسبة لS ثابتة بالتالي رح نلاقي أنه AS' بالنسبة لS تساوي صفر ورح نلاقي أنه AA تساوي AR طيب عنوان هذه الوحدة هي النظم القصورية والنظم المتسارعة إذن خلينا نصل إلى تعريف النظم القصورية إذا كانت سرعة النظام S' بالنسبة لنظام S ثابتة سيكون النظام S' بدون تسارع بالنسبة لS وبالتالي سنجد أنه AA تساوي AR في هذه الحالة تسمى نظم الإحداثيات بالنظم القصورية إذن هي النظم التي تتحرك بدون تسارع أو بسرعة ثابتة الاثنين صح طيب القوة المؤثرة على الجسم P في النظام S هي أيش؟ هي F تساوي M في AA حسب قانون نيوتن الثاني القوة المؤثرة على الجسم داخل النظام S' هي أيش؟ رح نسميها F' تساوي الكتلة في تسارعه داخل S' اللي هو AR' عفوا نعرف أو نذكر أنه هذا التعريف AR هو AP بالنسبة لS' هو تسارع الجسم P بالنسبة لS' بالتالي في هذه النظم القصورية إيش قلنا؟ فقط في النظم القصورية إيش قلنا؟ إذن لو AA تساوي AR فإنه F تساوي F' وهذه هي خاصية عدم تغير قانون نيوتن الثاني في النظم القصورية طيب في النظم المتسارعة يعني العكس التعريف السابق إذا كانت سرعة النظام S' بالنسبة لS غير ثابتة فسيكون هناك تسارع لS' بالنسبة لS في هذه الحالة تسمى هذه الإحداثيات بالنظم المتسارعة القوة المؤثرة على الجسم في النظام S هي أيش؟ هي F تساوي M في A في هذه الحالة A S' لا تساوي 0 إذن رح نعوذ A A بA R زائد A S' بالنسبة لS طيب وهذا اللي عوضناه هنا القوة المؤثرة على الجسم داخل النظام المتحرك S' هي F' تساوي M في R قبل شوي كانت هذه تساوي 0 وبالتالي قلنا F تساوي F' لكن الحين بما أنه هذا الجزء لا يساوي 0 فإنه F لن تساوي لا تساوي F' بل F' هذه تساوي F' زائد M في A S' بالنسبة لS أي أن القوة المؤثرة على الجسم في النظام الثابت S لا تساوي القوة المؤثرة عليه في النظام S' وذلك بسبب ظهور الحد M A S' بالنسبة لS الذي يظهر بسبب تسارع النظام S' طيب بسبب اختلاف القوة F و F' في S و S' فإن قانون نيوتن الثاني يتغير بتغير نظم الإحداثيات هذا وين؟ هذا بالنسبة للنظمة القصورية وتعرف القوة القصورية ب F' تساوي M A S' بالنسبة لS هي قوة ناتجة عن تسارع النظام S' بالنسبة لS عشان هيك ما نلاقيها في النظم القصورية قبل شوي قلنا M A S' بالنسبة لS تساوي 0 إذن هذه القوة F' كانت تساوي 0 وبالتالي هنا نقول أنه قانون نيوتن الثاني يتغير بنظم الإحداثيات بالنسبة للنظمة المتسارعة طيب القوة F التي تؤثر على الجسم في النظام S تتكون من جزئين هذا قلناها قبل شوي وهما القوة F' التي تؤثر على الجسم في النظام الثابت S' وهي لا تتغير عند الانتقال من نظام قصوري إلى نظام قصوري آخر والجزء الثاني هو القوة F' تساوي M في A S' بالنسبة لS الناتجة عن تسارع النظام S' ونشعر بمثل هذه القوة عند التسارع أو طباط السيارة أو الطائرة إلى آخره طيب حالة أخيرة هي أن يكون النظام S' في حالة حركة دورانية منتظيمة بالنسبة للنظام الثابت S وسنفرض للتبسيط أن يكون النظامان S' و S لهما نفس نقطة الأصل كما هو موضح في هذا الشكل النظام S' يتحرك بحركة دورانية بسرعة زاوية ثابتة أوميغا بالنسبة للنظام الثابت S وفي هذه الحالة نذكر بتراكب السرعات والتسارعات في الحالة العامة ونشوف هذه الحالة الخاصة قلنا أن الحركة الدورانية منتظمة أي أن أوميغا تساوي ثابت قلنا الحركة دورانية إذن السرعة والتسارع الخطيين تساويين صفر وبالتالي إذا رجعنا للسرعة رح نقول أنه V S' بالنسبة ل S تساوي صفر ورح نلاقي أنه تراكب السرعات في هذه الحالة يكون V A يساوي V R زائد أوميغا كراس أو داش B وبالنسبة للتسارع أو عفوا تراكب التسارعات رح نقول أنه بما أنه أوميغا ثابتة إذن D أوميغا على DT هذا يساوي صفر وبالتالي كل هذا رح يكون صفر هذا أولا ثانيا V S' بالنسبة ل S يساوي صفر إذن A S' بالنسبة ل S يساوي صفر إذن أيضا هذا الجزء رح يكون صفر وبالتالي رح نلاقي تراكب التسارعات عفوا في هذه الحالة هو A A يساوي A R زائد أوميغا كراس أوميغا كراس أو داش B زائد 2 أوميغا كراس V R والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته